المعرفة درجات يعني يمكن إنسان عادي توحيده يكون توحيد صحيح والنبي أيضا توحيده توحيد صحيح لكن معرفة النبي بالله سبحانه وتعالى أكثر من معرفة غيره بالله سبحانه وتعالى لأن معرفة درجات في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمر مع أصحابه فمروا بعجوز وهذه العجوز كانت تحرك جهازا لها وعبر هذا الجهاز تغزل فسألها الرسول بما تستدلين على ربك فأوقفت حركة الجهاز فتوقف الجهاز يعني استدلت بورهان النظم أن هذه الدنيا تتحرك هذا الأثر لا يعقل أن يكون بدون مؤثر ففي الحديث المروي عليكم بدين العجائز هذه بفطرتها توحيدها صحيح دليلها أيضا صحيح معرفتها أيضا صحيحة لكن هذه درجة وهناك درجات أعلى نشوف ناس يجون يدرسون التوحيد الصحيح يدرسون الروايات يتأملون فيها يتدبرون فيها القرآن الكريم الآيات يتفكرون في تلك الآيات ومعرفتهم بمعونة الرسول وأهل بيته لأن بدون معونتهم الإنسان يظل استقاء المعارف منهم تسبب أن معرفة الإنسان تزداد أكثر وذلك لطف من الله سبحانه وتعالى